الرحمن الرحيم طلابنا الغاليين اهلا بكم. من غير المقدمات كده احنا على العهد والوعد وكل يوم زي ما اتفقنا بالنزل الفيديوهات. الفترة دي انا بنزل سلسلة يعني بحل فيها شوية مشاكل كده منها كتابت المقال والرايتنج والحاجات دي كلها. ياريت اتبعها. اضافة الى سلسلة شرح قواعد التراكمي. كل القواعد التراكمية ان شاء الله هنزلها لساتك بشكل محترم كده علشان سؤال القواعد التراكمية ما يلغبطكش. وورضه نفس الوقت مش عايزين نركز حياتنا ونكدس الامور كلها على حل اسئلة الاختيار لان الامتحان مش اسئلة اختيار على كلمات القواعد بس يا برينس ركز عشان ربنا نسترها معك. اولا كده بداية اول حاجة كده معنا في الفيديو هنحل مع بعض الكم وعشرين سؤال اللي نزلتهم على الفصل الاولين. لو حضرتك ما كنتش سمعت الفصل الاولاني ياريت ترجع تسمع شرح الفصل الاول زي ما انا نزلته لسيادتك على القناة وعلى جروب تليجرام. جروب تليجرام موجود في الوصف ادخل عليها عشان عليك كمية اسئلة محترمة تفرح القلب. وتعالك كده نشوف اول سؤال معنا بسم الله. الراجل بيقول لك في السؤال والاني ده اول جزئية. وجزئية التانية بيقول لك الجزئية التالتة بيقول لك يعني ما تكترش في الكلام الله كلمك وتهري كتير. بس انا عايزك تفهم جدا ان الراجل ده طالب حاجتين. اول جزئية. هل تعتقد ان كان يتكون بيب يتيما. اسر حياته قوة تنسى تقول يس او نو. لانه دي نص بدرجة. طيب وقعي عم بداية كده هتقول بيب بيب براحة كده وبهدوء. بيب عاش حياة او طفولة بائسة. حطي لنقطة كده ده الشاطر. بيب عاش طفولة بائسة. ازاي عم? his sister his sister was cruel to him. cruel to him. اخته كان قاسية معه. كمان حتى بقى كده. he was always crying. always crying. هو كان دايما بيعيط. انت كده جابت السؤال اولان يا بشا. السؤال التاني. if you wear bib. لو انت مكان bib. اه would you bring the file and food to the stranger? why and why not? اولا كده. لو انا مكان bib هاجيب الاكل للراجل الغريب هقول له yes. طب وايبة. as I would be afraid. would be afraid of him. afraid of him. إيه اللي انا قلت له ده? انا قلت لك اه انا هتساعده طبعا. طب ليه عم? لاني هكون خايف منه. ممكن اقول له? اه ممكن اقول له يا بشا. طب ليه? he was dangerous. he was dangerous. يعني هو كان راجل خطير خطير فانا مش هراح ساعد واحد خطير اكيد يعني. طب السؤال التالب. do you think that بيب's older sister? let a happy life with her husband? واي. يعني هل انت شاف ان اخت بيب الكبيرة اللي هي المس جوه? كتعايشة حياة سعيدة مع زوجها? واي. هنقول لأ. طب ليه عم? بقول هنقول له بقى صدرها كتشافة انها تكون مرات بلاك سميس وايف ده الشيء مش لطيف. طيب هل تعتقد ان هي كتعايشة حياة سعيدة? هنقول no. طب ليه عم? as she always. يعني دائما ما كانت تشتكي. complaint complaint. هي دائما اشتكت. that she was a black smith's wife. باختصار شاهد كده. هل يا عم انت شايف ان اخت بيب كانت سعيدة? لأ. طب ليه? لان هي كتشايفة نفسها انها مرات حداد وشايف ان ده حزن يعني دماغها. طيب سؤال الرابع بقى. what do you think would have happened? if بيب had told his sister about his behavior with the convict. ايه اللي كان ممكن يحصل? لو بيب اخبر اخته بسلوكه مع الراجل الساجين? اكيد كتب عقبه. هنقول his sister his sister. وهنا بقى عايزك تركز في قصة. الراجل لما سأل لك السؤال قال لك would have happened. يعني كده حالة تلتة. فانت لما تيجي تجاوب حتجاوب زي الشاطر كده. بحالة تلتة برضو. طيب. هتروح انت قال his sister would would have punished him. يعني اخته كانت ستعاقبه. punished him. ليه عم for stealing. بسبب سرقته. لطعامها. حط النقطة وانت كده خلصت اجابته السؤال يا باشا. طيب السؤال اللي بعد كده. suddenly we heard angry shouts nearby. I was afraid of what was about to happen. انا كنت خائفا مما كان سيحدث بعدها. what do you think was about to happen? في رأيك ايه اللي كان هيحصل فيما بعد بعد كده يعني يعني هو بيب يقول لك انا كنت خايف من اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل? هنقول بها يا باشا بيب. بيب. was afraid. يعني بيب كان خائف ان كل الناس تعرف حقيقته. اه يبقى بيب was afraid that. ان كل واحد would know. كان سيعرفه. القصة of the food and file and the file. بيب كان خايف ان الناس كلها تعرف قصة الاكل والمبرد. عشان كده هو كان خايف مما كان سيحدث بعدها. طيب السؤال بعد كده. بقول لك شود بيب هاف طول the soldiers about the convict. هو بيب كان مفروض يقول للجنود عن آآ عن يعني انت لو ما كان بيب يعني هتعمل كده. هنقول اه ليه? because the convict was a criminal. لان ال convict ده انسان مجرم. طيب يبقى انا هقول اجابات اكتر من اجابة. رقم واحد هقول yes. ليه يا باشا? as the convict ده. was a dangerous dangerous criminal. لانه هو مجرم خطير. who escaped? who escaped? from prison. الذي هرب من السجن. دي اجابة. طيب. حتة كمان بقى انا انا عايز اقول اجابة مختلفة عن دي. وعايز اقول لك لا يا عم. عسب المثال يعني. هنقول no. لا. يعني لو انا مكان بيب ما كنتش اقول للشرطة. ليه? as the man looked weak لان الراجل كان شكله ضعيف. ضعيف وباقس. فانا مش هراها اخبر بقى يعني نزول عليه اهم اكتر ما هم هموه. طيب استؤال بعد كده. المسجو ما كانتش لطيفة مع بيب. اشرح لنا. هتروح انتقيل كزا حاجة بقى ها. افهم مني تاني كده? اريد بقول لك المسجو ما كانتش لطيفة او محبة لبيب. اكسب لين. هنقول بقى she was always. هي دائما ما كانت تشتكي. complaining complaining about بيب. كان دائما بتشتكي من بيب. حتة كمان. she hit bib and mister jo as well. يعني كاب بتضرب bib وبتضرب الميستر جو ايضا. هما الاتنين كاب بيضربهم. رقم تلاتة. she said she disliked dislikes to be responsible for bib or to be his mother. هي قالت له يا ابني انا مش عايزة اكون امك انا فضيالك اصلا. مش نقصة هم يعني. طيب السؤال اللي بعد كده رقم تمانية. الراجل بقول لك. كالراجل طيب ومتفاهم مع بيب. اه اه بيلينا كيف زلك اولا كده رقم واحد. هنقول بداية. he always helped. يعني دائما مساعد and supported supported bib. هو دائما مساعدة ودعم بيب ده رقم واحد. رقم اتنين. هو قال لي بيب صراحة كده. he wished. miss jo hit him. يعني كان بتمنى المس جو تضربه. not او instead of bib. كان بتمنى المس جو تضربه هو بدل ما تضرب. دي حتة تانية. حتة تالتة بقى كما ممكن تكتبها نقول bib was kind. ده بيب ده سوري مش bib. jo was kind when the convict told him told him. اخباره قال له. he stole the pie. يعني انت عندك كده كم موقف هتحكيه اكتر من موقف. الموقف الاولاني اللي انت هتقول والله هو كان لطيف مع بيب. ده رقم واحد. وكان بساعد بيب دايما. الحاجة التانية ان هو كان لطيف لما قال له انا سرقت الاكل بتاعك يا عم. فقال له والله احنا ما نرداش انك تنام من غير ما تكون غير ما تاكل. السؤال اللي بعد كده بقول لك ايه? why do you think the convict asked bib to get him a file? ليه في رأيك طلب من بيب انه يجيب له file? هتروح انت اقيل له يعني لكي او طو على طول. in order to cut the to be able to escape. الحوار سهل ولطيف وحرم تطيع درجة القصة. بقول لك لكي يستطيع ان هو يقطع القلبشات ويستطيع ان هو يهرب. نص السؤال التاني. why do you think the convict? ليه? يعني ممكن السؤال يجيب طريقة تانية زي كده يعني. ليه الرادل بص على رجليه كده وهو بيفكر ساعة ما بيب قال له ان انا يعني جوز اختي شغال حداد. عشان هو عايز مبرد يقطع به الكلبشات ويهرب في الدنيا. طب السؤال العاشر. why do you think bib? ليه في رأيك بيب? went to his parent's grave. آآ ليه بيب راح يزور المقابر ليلة آآ ليلة العيد الميلاد مجيد. اول حاجة هتقولها لي كده هتقول تاني يشعره بالوحدة. ما هو قاعد لوحده كده. طيب حاجة تانية. his sister his sister was cruel to him. واخته كانت قاسية معاه. فالراج الهربان عشان يفضفط شوية كده يعني. عشان كده يعني he wanted to complain to his parent's. طب ما تيجي بقى نجيب الاجابة دي من الاول كده. تركز معايا. اولا الراجل بس قال لك سؤال بقول لك ليه تعتقد ان بيب راح للمقابر ليلة الكريسماس. انا قلت لك تهات حاجات. اولا as he felt lonely his sister was cruel to him. حاجة التالتة. بيب راح يشتكل ابو امه الميتين بس راح يشتكلهم. طب do you think that the convict was serious when he three ten bib? هل تعتقد ان كان جادا في كلامه يعني? لما هو كان بيهادد bib? ولا حاجة غير كده? لا. خالص. مش جاد في كلامه. طب ليه عام? اصلا هو ما عرفش بيب راح فين? يبقى هنقول no. امال ليبقى he was violent to bib only to make him afraid. to make him afraid. to guarantee that bib will bring ان بيب سيحضر the food and file. the food and file. طب ما تيجي نترجم اللي ما قلت له. اللي انا قلت له كالتالية يا باشا. انا بقول لك هنا ايه? هو هال راجل بقول لك هل تعتقد ان كان جاد في كلامه لما كان بيهادد في بيب هنقول لأ. دي نص اجابة قوعة تضيعها. طب ليبا? هو كان كان عنيف مع بيب. فقط لكي يجعل بيب خائفا لكي يحضر له ما يريد. السؤال اللي بعد كده الراجل بيقول لك what? بيقول لك what? is your impression? ايه انطباعك عن الراجل اللي بيبقى له عند المقابر? clarifier answer. وضح لين اجابتك? بداية كده هو بدأ يعني called as he was shaking. يعني الراجل شكله كده كان بردان لان جسمه كان عمل يهتز. رقم واحد. رقم اتنين. he also looked afraid. هو كان كمان شكله خايف. طب دي كمان حتة. الحتة التالتة. he I think يعني I think he escaped from prison. اعتقد ان هو هربام السجن as his close show. ايه الكلام اللي انا قلت لها بقى? تاني كده? انا قلت لك هو شكله كان بردان وكان بيرتجف من البرد. الحاجة التانية هو بدأ خائفا والحاجة التالتة اعتقد ان هو هربام السجن وده اللي قلت لنا ملابسه. ده انطباع عن الراجل. ترتاشة بقولك why do you think? ليه في رأيك يا باشا? بيب felt sorry for the convict. ليه في رأيك بيب شعر بالحزن والاسع على الراجل المدان. بداية لازم توضح للراجل ان بيب كان طفلا وشاف الراجل بيرتجف فصعب عليه. حنقول بقى as بيب was still a child. بان بيب كان ما لا يزال طفلا. هو شاف شاف الراجل عمل يرتجف. في الطقس البارد. عشان كده بيب شعر بالحزن عليه. القصة سألتها لطيفة. السؤال اربعتواشر. لأي مدى كان بيب بيحب جو. طبعا انت عارف ان جو كان لطيف. طيب. بداية او بداية الراجل عايزك تفهم السؤال كده بقولك لأي مدى. فانت لازم تقول لي بيب حسبح كان بيحب جو اللي حقد ايه? فانت تقول لي هو كان بيحب جو جدا. يبقى هنقول بقى بيب بيب loved جو very much very much. حلو كده? هي هو كارهة. ان هو يفقده. طبع انت عارفت دي منين? لما كان بيب قاعد يفكر يا ترى اقول له على الموضوع اللي انا سرقت الكونفكت ولأ سرقت الحالات الكونفكت ولأ وفي الاخر قرر ما يقولش عشان هو خايف انه يخسره. يبقى هيد سلايكت تو لوز هم از اكونفكت سو هي دينت تل جو اباوت آآ فايل. تاني كده الاجابة دي انا قلت لك بيب كان بيحب جو جدا هو كرهة ان يخسره كصديق لذلك ما اخبروش بموضوع السرقة. السؤال اللي بعد كده. ازاي تعتقد ان هما الاتنين كانوا عاكس بحق? هنقول بلايات عن كده المس جو وز كرول تو بيب. كرول تو بيب. شي اولوز هت بيب. شي اولوز هت هم. المس جو كاتغبية وبدو ضرب الودة عطول. او بط يعني المس جو كان لطيف وكان ودود. خلص الموضوع والاجابة انتهت. السؤال ستة وشر. هوا ليه بيب? كان عنده شعور انه كان مزنب. هنقول بها as he stole. لانه سرق الطعام والمبرد. as he stole all the food. لانه سرق كل الطعام. of his sister. الطعام بتاع اخته. in addition to? or and the file. the file of mister ju. وصرق بتاع المستر جو. طيب السؤال سبعتاشر. بيقول لك why do you think the convict asked bib violently? هو ليه الراجل ده كان بيسأل bib violently بعنف بقوة بقسوة. only هروح انا كتب كده only to make bib afraid. to make bib afraid. to make him لكي يجعله يحضر له المبرد والطعام. to make him bring the food اللي كي يجعله يحضر الطعام. and the file. والمبرد. الحوار خلص كده باش. ادخل عالسؤال اللي بعدها. should bib should bib have told his family about the story of the convict? هنقول no. طب ليه عم? if he told them لهو اخبارهم his sister اخته would punish him. اخته هتعاقبه. دي اول حاجة. الحاجة التانية and he may lose وربما يفقد mister jo as a friend. وربما يفقد او friendship بتاعت الراجل ده. الصداقة بتاعت المستر جو. السؤال بعد كده. تسعتاشر. بقول لك what do you think would have happened if the police had known ايه اللي كان ممكن يحصل لو البوليس عرف المساعدة بتاعت bib للconvict. انا ممكن اقول لك زي ممكن اقول لك هما كانوا ممكن يبسكوا اللصوص ببساطة. طب وانت مستر دي اجابة يا راجل اقل لك دوشنك احن انت هم يقول رأيك اللي انت شايفه. انت حس بايه يا فندم. بس عايز لك انت بتكتب الايجابة. اتعلم انك تلتزم بزمن السؤال. if the police had known. هتروح انت كتب كده بقى. هتقول بقى. the police would have كان هيعرف يمسك. كان البوليس هيعرف يقبض على اللصوص بسهولة. ما احنا عرفنا بقى مكانهم خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده رقم عشرين. بقول لك do you think jose father was right not to allow him to go to school? هل انت شايف ان صحيح ان المستر ان ابو جو كان عنده حق انه ما خلاش نروح المدرسة? هنقول no. ليه يا عم? as education is essential. لان التعليم ده شيء ضروري. to man's life. to man's life. لان التعليم ضروري في حياة البشر. and if jose had gone to school ولو كان جو راح المدرسة? he would have lived a better life. he would have lived كان هيعيش a better life. كان هيعيش حياة احسن من كده والله. طيب would miss jow have protected bib. if she had no about estela's bad behavior was him? طبعا دي سؤال كده يعني رابط شوية الفصل اول مع التاني. هو bib هو المسجد. كانت هتبقى آآ هتبقى مدافعة عن bib. لو عرفت اني عبدعمله وحش هنقول no. طب ليه عم? as she cares only she cares only for money. لان هي اصلا مهتمة فقط بالمال. وانحنا لو هي عمت دفعت عن bib. هتضيع الفلوس اللي من المتوقع انها تحصل عليها في يوم الايام. طيب what does the condition of miss havesham house show about her view of life? طبعا السؤالين دول ملهمش علاقة بفصل انا برضو كويس. بس هقول لك انا. منظر البيت بتاع miss havesham بعكس ايه? عن وجهات نظرتها الحياة. it shows it shows. بيبين لنا ذات havesham. ها في شام. ان المس ها في شام. lost hope in life. lost hope in life. فقدت الامل في الحياة. and her life. ان حياتها stopped. ان حياتها توقفت. كل التفاصيل ده نعرفها في فصل اللي بعد كده. طيب اخر سؤال بابا بقول لك. bib was an innocent boy. بيب دا كانواد بريء. اسبت لنا كده. هنقول رقم واحد كده. رقم واحد. he felt guilty. هو حس بالزنب. when he stole the file and food. حس بالزنب لما سرق الطعام والمبرد دي اول حاجة. الحاجة التانية. الحاجة التانية. he was afraid to tell Joe as he loves him. he loves him. الحاجة التانية. الحاجة التالتة. he was or he refused. هو رفض يرد على سؤال مين? الجنود. لان هما لو لو هو قال لهم اه يبقى كده فتن عن الراجل لو قال لا يبقى هو كداب لا ده انسان بريء ما حبش ان هو يورط نفسه في ورطة من دي. يا ريت زي الشطر كده بعد ما سمعت الفيديو ده تدعمنا بعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة. وان شاء الله رب العالمين انتظر يوميا في فيديو واتنين وثلاثة بنزله. انت لازم تفضي لك ساعة كده تقعد معي في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.